بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم هدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما بعد أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمة تحياكم الله وبياكم إن الموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه اليوم إن شاء الله بتوفيق الله وعونه هو موضوع متشعب طويل الذيول عريض التفرعات وهو متعلق بقضية خطيرة جدا يعني هي قضية ومشكلة تهم كل الناس بمختلف أشكالهم وألوانهم وأعراقهم وأممهم وهي قضية المخدرات سأتكلم حول هذه القضية بعض القضايا المفتاحية التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة ومفيدة لأن هذه المشكلة هي مشكلة استفحل انتشارها في بلادنا انتشارا كبيرا بسبب الظروف التي يعني مرت وتمر بها بلادنا ولا شك أن هذه المشكلة وإن كانت مشكلة عالمية مستمرة لكن أثارها يستفحل في أماكن ويخف في أماكن تبعا لعوامل عديدة ومختلفة فأسأل الله عز وجل أن يوفقني لإضاحي الأمور التي تفيد الناس وتنفعهم وفي نفس الوقت تكون مهمة في المساعدة على علاج هذه المشكلة والحد منها قدر الممكن بداية لما نريد أن نتكلم عن قضية المخدرات فمن الطبيعي يا أخوة أولا أن نتحدث عن تعريف المخدرات ما هي هذه المخدرات والآن يعني كما يقول أهل العلم لا بد أن يكون تعريف شيء جامعا مانعا ولكن قضية المخدرات هي قضية معقدة جدا والمخدرات كما يقول المختصون مشكلة مركبة وليست مشكلة بسيطة ولا يجوز وهذه قاعدة لا يجوز أن نفسر الأمور المركبة بسبب بسيط ما معنى هذا الشيء أولا سأشرح هذه القاعدة بشيء من التفصيل ثم وضح الأمر المرتبط بقضية المخدرات قضية أن الأشياء المركبة يعني الأشياء التي يدخل في تكوينها عدة أمور لا يجوز أن نختزل الأمور كلها بأمر واحد ونقول هذا هو السبب أو هذا هو المظهر أو هذا هو الشيء المؤدي إلى هذه القضية يعني مثلا اليوم يتساءل كثير من الناس ما هو سبب تخل فينا فتجد شخص يقول لك قلة الإخلاص تجد شخص آخر يقول لك قلة العلم شخص آخر يقول لك اختلال في الأخلاق شخص آخر يقول لك ضعف في المال يعني الغني المسلم يجد ضعفا في إنفاقه ضعفا من ناحية ما هو مكان الاستثمار الذي يجب أن يستثمر ماء له فيه أو ضعف من ناحية الكمية المادية وأن كان هذا قليل لأن الخير في المسلمين كثير لكن للأسف لا يوظف هذا الخير التوظيف الصحيح إذن هذا الآن أنا ذكرت أربع أسباب فبالتالي هذه أسباب كلها صحيحة يعني ولا يجوز لنا أن نختزل نقول والله سبب تخلف المسلمين هو السبب واحد فقط وأيضا لو أراد الإنسان التفصيل يعني توجد أسباب أخرى أيضا ربما تصل إلى عشرين ثلاثين أربعين سبب يعني الأسباب كثيرة فهذه لاحظوا تخلف الأمة مشكلة مركبة معقدة فهي تفسر بأكثر من سبب لا يجوز لك أن تختزل كل هذه أسابة تقول والله سبب تخلف الأمة هو خلل أخلاقي مثلا أو خلل مادي أو خلل ثقافي فهذا يعني أرجو أن تكون القاعدة قد توضحت قضية المخدرات قريبة من هذا قضية المخدرات مشكلة مركبة كيف يعني؟ مشكلة المخدرات يا أخوة فيها جانب اقتصادي فالذين يتاجرون بالمخدرات يبتغون من ورائها الربح والمنفع المادية لذلك انتشار قضية المخدرات يؤثر على اقتصادات الدول أيضا قضية المخدرات قضية دينية فهي في الصميم من الحديث عن الدين لأننا سنوضح أن هذه المخدرات تؤثر على المقاصد الضرورية الخمسة بأكملها التي جاءت الشريعة لحفظها والتي سأفصل فيها بعد قليل فبالتالي تجد للمختصين بالشريعة كلاما حول القضية كما تجد للمختصين بالاقتصاد كلاما حولها أيضا قضية المخدرات هي قضية أخلاقية لذلك علماء الأخلاق يبحثون في تأثيرات المخدرات ويدرسونها من زاويتهم لذلك تجد لعلماء الأخلاق والمختصين بها حديثا حول هذه المشكلة أيضا قضية المخدرات هي مشكلة أمنية لذلك تجد للمختصين بمكافحة المخدرات كلاما حول هذه القضية ولهم زاويتهم ولهم رؤيتهم أيضا مشكلة المخدرات هي مشكلة اجتماعية لذلك تجد أيضا لعلماء الاجتماعي كلاما في القضية من زاوية نظرهم أيضا قضية المخدرات هي مشكلة أسرية عائلية لذلك تجد للمختصين في الشأن الأسري كلاما حول هذه المسألة أيضا قضية المخدرات قضية صحية طبية لذلك تجد للأطباء كلاما في القضية وفي الموضوع يعني من زاوية نظرهم إذن لاحظوا كيف أن مشكلة المخدرات وقضية المخدرات هي قضية مركبة ومعقدة فبالتالي الدارس لهذه المشكلة لا بد أن يدرسها في ضوء هذه الأبعاد المتعددة ولا يجوز له أن يختزل القضية من جانب واحد فيدرسها من جانب طبي فقط مثلا أو يدرسها من جانب أخلاقي أو من جانب أمني أو من جانب اقتصادي أو من جانب اجتماعي أو من جانب أسري طبعا الذي يدرسها في جانب من جهة التخصص ويوضح أن هذا ليس كل الصورة هذا لا شكال فيه نعم لكن الذي يقدم دراسة أو يقدم حلا أو يقدم محاضرة في قضية المخدرات ثم لا يوضح هذا التعقيد وهذا التركيب في قضية المخدرات هنا يكون قد وقع في الخلل طبعا ماذا ينبني على مثل هذا الشيء؟ طبعا الذي ينبني عليه أن دراسة المسألة لا بد أن تكون متعددة المناظير ولا تدرس بسبب واحد أيضا القضية الثانية هذا أدى إلى صعوبة في تعريف المخدرات وصعوبة في دراستها لأنها تتشعر في كل هذه المجالات بالتالي لما أنت تبحث عن تعريف المخدرات فالأمنيون يعرفونها من جهتهم والأطباء يعرفونها من جهتهم والاقتصاديون يعرفونها من جهتهم والأخلاقيون يعرفونها من جهتهم ومختصو الأسرة يعرفونها من جهتهم فبالتالي هذا شيء أدى إلى صعوبة في هذه القضية ولكن كما يقول أهل العلمي ما لا يدرك كله لا يترك كله أو لا يترك جله وفي رواية ثالثة ما لا يدرك كله لا يترك كله وبناء على هذا يعني نأتي نحن بتعريف منظمة الصحة العالمية لهذه المسألة وهو تعريف فيه من الدقة ما فيه وفيه من الشمولية ما فيه وبناء على تعريف منظمة الصحة العالمية لقضية المخدرات سأركز على بعض المسائل المتفرعة عن التعريف لكن أريد أن أنبه إلى مسألة حساسة جدا مرتبطة بالمسألة السابقة التي تحدثت عنها وهي قضية التركيب والتعقيد في مشكلة المخدرات إن هذا التركيب والتعقيد يفرض علينا حتماً أن تكون الجهود متكاتفة ومتعاونة ومتآزرة من أجل حل هذه المشكلة والقضاء عليها قدر الممكن أي أننا لما نعرف أنه هي لا تفسر بسبب بسيط فبالتالي مكافحتها والحد منها يجب أن يكون مركباً أيضاً ويجب أن يكون متعدد المناظير فلا يجوز أن يشتغل الاقتصاديون فقط في حل المشكلة ولا يجوز أن يشتغل الأطباء فقط في حل المشكلة ولا يجوز أن يشتغل الأمنيون في حل المشكلة ولا يجوز أن يشتغل الاجتماعيون في حل المشكلة ولا يجوز أن يشتغل الشرعيون في حل المشكلة إذن لما ذكرنا دراسة المشكلة تحتاج تكاملا أيضا معالجة المشكلة والحد منها والقضاء عليها يحتاج تكاملا وتعاونا أي أن هذه المسألة المعقدة تحتاج تكاملا وتعاونا بين القطاعات المختلفة حتى يكون لهذا الشيء أثر إيجابي فعال على أرض الواقع وبالتالي فحين تستفحل هذه المشكلة نعرف من خلال ذلك أنه بالدرجة الأولى التقصير متعدد طبعا قد يكون هناك جانب من الجوانب يعني يعمل عمله يعني مثلا الجانب الاقتصادي يقوم بوظيفته الجوانب الأخرى لا تقوم بوظيفتها أو ربما لا أحد يهتم بالعمل أو ربما الجميع يعمل لكن ليس بالعمل المكافئ فبالتالي لا يجوز لنا أن نلقي اللوم على فئة دون غيرها لأن المشكلة مركبة لا يجوز لفئة أن تستأثر بالمسألة لأن الحل لا يكون من جهة واحدة الحل متعدد متكامل الاقتصادي يقدم حلا الاتماعي يقدم حلا الأسري يقدم حلا الأمني يقدم حلا الطبيب يقدم حلا الشرعي يقدم حلا وهكذا تتكامل الحلول وهكذا يتكامل العلاج وكذلك الأمر قضية المكافحة الكل يتعاون فيها وهذه بالتالي مسؤولية الكل ومسؤولية الجميع فلا يجوز لأحد أيضا أن يتنصل من المسؤولية ثم يقول لك والله أنا ماذا سأفعل وشو بطلع بيدي وهي مسألة اختصاص مثلا الجهة الفلانية اختصاص المشايخ مثلا أو اختصاص إدارة مكافحة المخدرات أو اختصاص الأطباء هناك وناس هكذا يتكلمون فهذا شيء غير صحيح يا أخوة يعني بالمناسبة ويعني هذا غير صحيح علميا للسبب الذي قدمت به الآن إن شاء الله سأبدأ بتعريف المخدرات بعد الحديث عن هذه المقدمة الهمة جدا والتي من الضروري في البداية أن نستحضرها حتى ندرس المسألة على ضوء من هذه القاعدة تعريف منظمة الصحة العالمية للمخدرات يا أخوة يقول المخدرات هي كل مادة خام أو مستحضر تحوي عناصر تحدث تأثيرات مهدئة أو منبهة أو مهلوسة إذا ما تم استخدامها لغير الأغراض الطبية وتؤثر على الجهاز العصبي المركزي للإنسان فتؤدي إلى إحداث إما خلل جزئي أو كلي في وظائفه الحيوية وتؤدي إلى إصابة المتعاطي بحالة من الوهم والخيال بعيدا عن الواقع وتؤدي كذلك إلى إصابته إما بالإدمان أو بالتعود هذا هو التعريف والآن من خلال التعريف سنستنتج استنتجات عديدة وسأفرع تفريعات عديدة مستنبطة من هذا التعريف لنركز في التعريف كلمة كلمة يا أخوة في البداية لما يذكر التعريف أن المخدرات هي مواد إما خام خام يعني طبيعية ومن هنا نستنتج تصنيفا للمخدرات هذا أحد التصنيفات للمخدرات المخدرات تصنف بحسب مصادرها إلى مخدرات طبيعية قال لك أو مستحضر يعني وهنا نوعين الآن من المخدرات إما المخدرات الصناعية التي تركب تركيبا في المخبر وبالتالي هي ليست مخدرات طبيعية هي جزئيات كيميائية ومواد كيميائية تدمجوا مع معضها البعض إذن هناك مخدرات طبيعية وهناك مخدرات صناعية وهناك مخدرات حجينة من النوعين يسمونها إما نصف طبيعية أو نصف صناعية فبالتالي هذا تصنيف من تصنيفات المخدرات طبيعية وصناعية ونصف طبيعية أو نصف صناعية التصنيف الثاني الذي تصنف المخدرات يعني بناء عليه وهو ما يسمونه الآن أساس التقسيم في المنطق أنه بناء على التأثيرات قال لك تحدث تأثيرات إما مهدئة أو منبهة أو مهلوسة طبعا التأثيرات المهدئة أو المثبتة هذه واضحة بالنسبة للناس واضح ضررها بأنها تسبب للإنسان كسلا وخمولا وتثبيطا وما شبه ذلك وتأثيرات المهدئة أيضا هي تقريبا مفهومة بالنسبة للناس يعني واضح ضررها لكن ما يلتبس على الناس في العادة هو المخدرات المنبهة فيقولون لك يعني ما المشكلة إذا كان هناك مخدرات تساعدني في التركيز مدة أطول فبالتالي يعني هي قضية منبهات يظنونها مثل المنبهات العادية يعني الشاي والقهوة وما شبه ذلك وهنا لابد من تفصيل هذه المسألة يا أخوة قضية التنبيه الذي تحدثه المخدرات هي قضية تسبب إطلافا للجهاز العصبي كيف هذا الإطلاف يتم؟ عندنا في الطب مفهوم في الجهاز العصبي اسمه عتبة التحمل وهو الحد الذي عنده يعطي الجهاز العصبي إشارة للجسم أنه غير قادر على العمل بعد ذلك فهو إما بحاجة إلى الراحة وإما بحاجة إلى النوم لما يأتي الإنسان مثلا يعني مثلا الإنسان يعمل 17 ساعة 18 ساعة الجسم يعني تقريبا ينهك يحتاج إلى النوم لما يأتي هذا المتعاطي ويأخذ المخدرات من أجل ماذا؟ من أجل أن يتنبه ولا ينام وبالتالي يعمل أكثر ويكون عنده طاقة ما يشعر بالتعب وما شابه ذلك هنا هذا التأثير نعم هو سيبقى صاحيا هو لن يشعر بالحاجة في البداية إلى النوم هو لن يشعر بالتعب نعم نتيجة هذه التأثيرات لكن هذا الشيء سيبدأ بإطلاف الجهاز العصبي يعني إذا كان التشويه دقيقا هو مثل يا أخوة السيارة التي تبدأ بحرق الزيت السيارة كما تعرفون يجب أن يتبدل الزيت كل فترة لها لما تبدأ السيارة تحرك زيت هذا دلال على ماذا؟ هذا دلال على أنها كخلل في محرك السيارة وفي الماكينة هذا الأمر تقريبا ما يحدث في الجهاز العصبي أنت صحيح يعني أخذت تأثيرات منبهة شديدة فاستطعت الاستمار بالعمل أكثر لكن أنت في الحقيقة بدأت تخرب وتتلف جهازك العصبي وهذا الخلل وهذا التأثير لن يظهر فورا لكنه سيظهر على المدى البعيد وللأسف يا أخوة أنه من عادة الإنسان أنه ما ينتبه إلى الأخطاء التي يدفع ثمنها على المدى البعيد ولكنه يحسب حساب كبير للأخطاء التي يدفع ثمنها مباشرة فهو مثلا لما يضع يده على النار يحترق هذا يدفع الثمن مباشرة يتجنبه لكن مثل هذا التأثير مثل تأثير التدخين مثلا تأثير على المدى البعيد يقولون لك ما صار شيئا لي بدخنوا بالعكس في الناس ما بدخنوا ماتوا وناس بدخنوا ما ماتوش أو تأخر موتهم في ظنهم في تقديرهم طالت أعمارهم وكانوا يعني هذه قضية يربطونها دائما بهذه الطريقة لا يا أخوة التأثير ليس تأثيرا يعني مباشرا أيضا تأثيرات قلة العلم وتأثيرات الجهل ليست تأثيرات مباشرة هي تأثيرات تأتي وتتراكم يعني نتائجها على المدى البعيد فبالتالي مثل هذا التأثير الإنسان لا ينتبه له ولكنه على المدى البعيد سيخرب الجهاز العصبي وسيؤدي إلى إطلافه وإصابته بالأمراض المختلفة فبالتالي لما تحمل أنت الجهاز العصبي فوق عتبة التحمل وأرجو أن يكون قد اتضح مفهوم عتبة التحمل والأثر الضار فمن خلاله أنت تقوم بإحداث أكبر الضرر على الجهاز العصبي من حيث قد يظن الظان أن هذه القضية هي ليست فيها ضرر بل ربما تكون مفيدة يقول لك والله أنا أنجزت وعملت أكثر وطلعت مصاري وما شابه ذلك فإذن بناء على هذا صنفت المخدرات إلى مخدرات مهدئة أو مثبتة ومخدرات مهلوسة ومخدرات منبهة نكمل في التعريف قل لك تؤثر على الجهاز العصبي المركزي للإنسان طبعا يا أخوة هذا الكلام هو الكلام الأساسي يعني هي تركيزها الأساسي على الجهاز العصبي لكنها بالتأكيد تحدث تأثيرا على الجهاز القلبي الوعائي وأيضا تعدث تأثير على الجهاز التنفسي وتحدث تأثير على الجهاز الدموي هي تؤثر على الأجهزة كلها تقريبا في الجسم بل حتى تؤثر على الجهاز الغدي لذلك الأمر هذا التعريف أتى بالشيء الشائع وهو الجهاز العصبي المركزي إذن التأثير هو ليس تأثير مقتصر فقط على الجهاز العصبي لكن التأثير الأساسي يكون على الجهاز العصبي المركزي وقال لك تؤدي إلى إحداث خلل إما جزئي أو كلي في وظائفه الحيوية طبعا الحديث عن هذه التأثيرات وهذا الخلل العصبي ليس هنا مجال تفصيله لكن سأتحدث عن بعض هذه التأثيرات في ثنائي الحديث عن بعض أنواع المخدرات الشائعة الآن القسم الثاني من التعريف أول شيء من ناحية بدنية الآن من ناحية نفسية قل لك تؤدي إلى إصابة المتعاطي بحالة من الوهم والخيال بعيدا عن الواقع يا أخوة قضية الوهم هي قضية أبدا ليست بالسهلة وليست بالبسيطة بل إن الوهم يعد من أصعب الأمراض التي قد تصيب الإنسان وقديما قال سيدنا الإمام الحكيم بن عطاء الله السكندري رحمه الله في أحد عكمه العطائية ما قادك مثل الوهم إن المخدرات تصنع للإنسان المتعاطي وهما زائفا أو لا أقول وهما زائفا إن المخدرات تصنع لهذا الإنسان واقعا زائفا هو عبارة عن وهم وهي بهذا تقوده إلى كل خيال يمكن أن يهيم به هائم والإنسان يا أخوة لا تتحسن حياته ولا يتحسن واقعه ولا ينتقل إلى حال أفضل في الحياة من ناحية السعادة ومن ناحية المال ومن ناحية الإنتاج ومن ناحية المكان الاجتماعية من خلال الهروب من الواقع إن الواقع لا ينصلح بمثل معالجته وبمثل مواجهته لذلك الهروب من الواقع ليس حلا بل هو زيادة في الخلل في الحقيقة فبالتالي هذه المخدرات تعد وسيلة من وسائل الهروب من الواقع والناس قد اعتادوا الهروب من واقعهم بسبب شدة سوء هذا الواقع وبسبب الألم الناتجي عن معاناتي ومقاساتي هذا الواقع وقد ذكرت في أحد المقاطع المنشورة في سلسلة مفاتيح للفهم مقطعا بعنوان الهروب من الواقع ذكرت فيه خمس وسائل يهرب الناس فيها من واقعهم سأذكر هذه الخمس وسائل من دون تفصيل ليرجع من أراد التفصيل إلى المقطع وسأضع رابطه في التعليقات الناس قد يهربون إلى الماضي تحت شعار كنا وكان أجدادنا وكان تاريخنا وقد يهربون إلى المستقبل من خلال شعار بكرة أحلى من دون تخطيط ولا إعداد وقد يهربون إلى المخلوقات الغيبية الملائكة الجن السحر الشعوذة وقد يهربون إلى الأحلام والمنامات وقد يهربون إلى يوم القيامة وقد يهربون إلى علامات الساعة وقضية المخدرات هي وسيلة من وسائل الهروب من الواقع أيضا قد يهربون من واقعهم إلى الزيف من خلال المخدرات فبالتالي هذا الهروب من الواقع إنما يزيد الواقع سوءا وهذا ليس مسألة سهلة هذا مسألة يعني لاحظوا أنتم كيف أن المخدرات الشخص المتعاطي أحيانا يتعاطاها من أجل أن يحل مشكلة فإذا بهذه المخدرات تزيد المشكلة مشاكل فوق ذلك فإذا هذا مثل الشخص العطشان الذي يشرب الماء المالح يزيد في عطشه بل هذه المخدرات تنشئ له مشاكل لم تكن موجودة عنده أساسا فإذا هذا يعني كما يقولون كالمستجير من الرمضاء بالناري التأثير الثاني قال لك الآن بعد تأثير الهروب من الواقع والانفصال عن الواقع تأثير الثاني قال لك تؤدي إلى إصابته بحالة من الإدمان أو التعود قضية الإدمان أو قضية التعود وسأتكلم الآن عن قضية هي قضية طبيعية تعد درجة من درجات الإدمان هي ليست إدمانا لكنها هي سلة من سلالة الإدمان وهي قضية تكوين العادات يا أخوة نحن اليوم لما نتكلم أن إنسان عنده عادة حسنة أو عادة سيئة لا يتم الحديث عن أن العادة من حيث هي عادة هي مشكلة لكن في الواقع قضية العادة فيها شيء من الإشكال فإن يا أخوة هناك قاعدة تقول لك العادات تضع في الإرادات الشخص عندما يكون عنده إرادة حقيقية مؤثرة هذا الشخص في العادة لا يكون مبرمجا نحن عندنا قاعدة شرعية تقول العادات بالنية تصبح عبادات النية في مثل هذه الحالة ماذا تعني؟ النية في مثل هذه الحالة تعني الإرادة فبالتالي العادة هي برمجة والإرادة هي فعل حقيقي واختبار الإنسان بناء على اختياره لذلك الإنسان الذي يقوم بالأفعال بناء على العادات هذا إنسان ليس عنده إرادة هذا إنسان مبرمج لذلك من الأفضل للإنسان أن لا يكون العادات يعني هناك أناس خلص عندهم إجبار قهر عادة قهرية لازم يشرب شاي أو يشرب قهوة أو يلتقي بفلان من الناس أو يذهب المشوار الفلاني مو لهدف يعني منهجي هدف بنائي لمصلحة شرعية أو أخلاقية أو ما شبه ذلك لا لا قلص تحت قضية العادة هو مجبر أن يقوم بهذا بناء عن العادة طبعا هذا الشخص قد تكون العادة مباحة أنا الآن لا أتكلم عن حل وحرمة لكن هي في الحقيقة قضية ليست جيدة الإنسان القوي هو إذا أردنا يعني بتعبير مجازي أن نقول هو الإنسان الذي لا عادة له وطبعا هذا من الصعب جدا ربما فبالتالي نقول كلما قلت عاداته الإنسان قويت إرادته وبالتالي كان إنسان قوي أكثر وإنسان قادر يستغنع ما في شيء يأسره وفي هذا المجال أذكر كلاما للفلسوف الألماني العملاق يمانويل كانت في كتابه النفيس عن التربية إذ يقول ما يلي كما ينبغي لنا ألا نترك الطفل يتعود على أي شيء كي لا تتحول إلى حاجة ومن الأفضل لألا نشجعه بشكل مصطنع على تكوين العادات سواء كانت جيدة أو سيئة انتهى كلامه إذن لاحظوا كيف ذكر كانت في كتابه في التربية يعني العادات لا يجوز لنا أن نشجع الطفل على تكوينها وهذا ينسحب على الكبير وعلى البالغ إذن لاحظوا لماذا؟ لأنه كما فصلت وشرحت العادات قيود وهرية الإنسان وإرادته إنما تكون بكسر هذه القيود لا باصطناعها وبرمجة نفسه عليها فلاحظوا كيف أن حالة الإدمان أو حالة التعود التي تحجثها المخدرات تقييد الإنسان وتكبله ونحن لما نتحدث عن التعود هذا درجة بسيطة جدا من التقييد يعني التعود أو العادات إذا قيس بالإدمان الإلحاح القهري على ضرورة تناول المادة في الإدمان أضحاف مضاعف يا أخوة فبالتالي لاحظوا كم هو مرهق جدا الفخ الذي يقع فيه الإنسان جراء هذه المخدرات هذه أهم الأفكار التي أردت أن أفصل فيها من خلال تعريف المخدرات أسأل الله عز وجل أن يكون الأمر قد اتضح الآن أنتقلوا إلى فكرة جديدة المخدرات يا أخوة بعد أن فصلت في أنها مشكلة مركبة وليست بسيطة هي متعددة الجوانب أريد أن أشير إلى فكرة ثانية في المسألة وهو أن المخدرات مشكلة عالمية أي أن المخدرات هي مشكلة تمثل تحديا لكل دول العالم الدول المتطورة والمتقدمة والدول النامية أو المتخلفة أو المتأخرة الدول في الشرق الأوسط وفي غير الشرق الأوسط الدول في الشرق وفي الغرب الدول في الوطن العربي وفي خارج الوطن العربي كل دول العالم اليوم المخدرات تمثل تهديدا لها طبعا مع فارق بين هذه الدول بين دول مستقرة ودول غير مستقرة بين دول تمثل دول تصنيع دول إنتاج وبين دول تمثل دول تصريف وتسويق وبين دول تمثل دول عبور نقل لهذه المادة فبالتالي لا يوجد اليوم دولة ولا يوجد اليوم شعب ولا يوجد اليوم أمة تستطيع أن تقول أنها في مأمن وأنها في حماية عن هذه المشكلة وهذا أيضا جانب من جوانب صعوبة مشكلة المخدرات أنه هي حقيقة مشكلة عالمية وكل الأماكن في العالم اليوم مهددة بهذه المسألة لذلك أيضا هذا شيء يفرض علينا أن ننظر للمسألة برؤية عالمية وأن تكون ثقافتنا حول المسألة ثقافة عالمية قدرا ممكن لا ثقافة محلية وجزئية فقط وأيضا هذا يعني سبب آخر كي تتكامل جهود الجميع في القضاء وفي الكفاح ضد هذه المشكلة لأن أهل الباطل وأن أهل الإجرام وأن أهل الإفساد الذين ينتجون مثل هذه الأمور ويروجونها بين الناس لأهدافهم الخبيثة أيضا هذا يعني تعاونهم فيما بينهم من أجل إنتاج والزراعة والتسويق والتصريف والنقد فهذا شيء أيضا يجب أن يأخذ في الحسبان القضية الأخرى يا أخوة أن المخدرات تمثل حاضرا مسلوبا ومستقبلا معدوما سمعت من أحد المختصين في مسألة مكافحة المخدرات يقول أنا أسأل باستمرار سؤال دائم أعطوني مثال واحد فقط في العالم استخدم المخدرات وتحسنت حياته وتحسن واقعه وتحسنت إنجازاته لا يوجد إن المخدرات تمثل وهما زائفا إن المخدرات تمثل دمارا للإنسان وللأسر وللأمم فعلا المخدرات حاضر مسلوب إنسان يبحث عن حاضر له يكون فيه سعيدا فإذا بهذا الحاضر يسلب فيبقى الأمل بالمستقبل فيقول لك ومستقبل معدوم لماذا هذا الحاضر مسلوب والمستقبل معدوم؟ يذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله حجة الإسلام في كتابه المستصفى من علم أصول الفقه ما يلي إن مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسده ودفعها مصلحة انتهى كلامه رحمه الله لما نتكلم عن الضروريات الخمسة أو المقاصد الخمسة الكلية اللي أتت الشريعة برعايتها والتي ذكرها الغزالي في هذا الكلام نجد أن المخدرات يا إخوة تؤثر وتؤدي إلى الإضرار والإفساد في كل هذه المقاصد يعني أنت أحيانا تجد مشاكل تؤثر على مقصد أو مقصدين يعني من المقاصد الخمسة مثلا لنقول مشكلة التدخين في البداية التدخين عادي السجائر التبغي يعني مشكلة التدخين وهي مشكلة قريبة يعني من المخدرات ولكن هناك فرق كبير بينهما بتأكيد مشكلة التدخين مثلا تؤثر على المال وتؤثر على البدن أو النفس وتؤثر على الدين بشكل بسيط يعني بالتالي هي لا تؤثر على سمعة الإنسان بشكل أساسي أو عرضه ولا تؤثر على عقله لكن مشكلة المخدرات يا إخوة تسبب تأثير على عقل الإنسان تتلف عقله تسبب تأثير وإفساد في المال لأن متعاطي المخدرات يا إخوة والمدمن عليها يعني يصرف أموال طائلة وراء هذا السراب اللي يعني يستنزف أمواله باستمرار إذن إفساد في المالي وإفساد في العقلي وكذلك إفساد في العرض وفي السمعة فإن هذه المخدرات يعني قد تسبب تأثيرات تؤدي إلى الإضرار بسمعة الإنسان من جهة وقد تؤدي إلى الإضرار بشرف الإنسان واعتدائه على عرضه وهذا شيء وارد ومشهور المسألة الأخرى التأثير على البدن على النفس أيضا هذه المخدرات تسبب إفسادا في هذا تتلف البدن وتتلف النفس بشكل كبير جدا وبدرجة رهيبة وأيضا تؤثر على دين الإنسان هي من أكبر وأغلظ المحرمات في الشريعة فبالتالي لاحظوا كيف أن مشكلة المخدرات هي مفسدة في كل الضروريات الخمسة مما يبين لك عظم وفداحة خطر هذه المشكلة لذلك هي حاضر مسلوب ومستقبل معدوم يعني لاحظوا كل المجالات تتلف بسبب هذه المشكلة القضية الأخرى يا أخوة ذكر الإمام شمس الدين أبن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ما يلي والله سبحانه وتعالى خلق الملائكة عقولا بلا شهوات وخلق الحيوانات ذواتي شهوات بلا عقول وخلق الإنسان مركبا من عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله كان شرا من الحيوانات انتهى كلامه رحمه الله إذن لاحظوا يا أخوة كلام ابن القيم رحمه الله قل لك الإنسان مركب من عقل ومن شهوة نحن لما ندرس تأثيرات المخدرات هل نجدها تغذي العقل وتقويها أم تضعفه نجدها تضعف العقل طب هل نجدها تقوي الشهوات وتغذيها أم تضعفها نجدها تغذي شهوات وتقويها إذن هي شيء يزيد في الشهوة ويضعف في العقل فبالتالي قال لك ومن غلبت شهوته وعقله كان ماذا؟ كان شرا من الحيوانات إن هذه المشكلة تسبب انحطاط الإنسان إلى أسفل سافلين إلى مقام البهيمية والحيوانية كما يعبر القرآن الكريم أولئك كالأنعام بل هم أضل فبالتالي هذا شيء أيضا يجب أن نفهمه إن مشكلة تؤدي إلى الإفساد وتؤدي إلى إحداث المفاسد في كافة الضروريات الخمسة التي جاءت الشريعة لحفظها بل إن الشريعة جاءت لحفظها وهي مقاصد تسعى كل المعارف الإنسانية وكل المبادئ الإنسانية وكل الدعوات الإنسانية من حيث إنسانية إلى حفظ هذه الأمور وجاءت الشريعة لتؤكد على مثل هذا إذن الفطرة تدعو إلى حفظ هذه المقاصد والشريعة تركزت عليها والمخدرات تفسدها أضف إلى ذلك أن المخدرات تزيد في شهوة الإنسان وتضعف في عقله ودينه فبالتالي تجعله في هذه الحالة كما يقول الإمام ابن القيم شر من الحيوانات وتسبب انحداره إلى هذا المستنقعي الآسن الآن يا أخوة الحديث عن المخدرات يعني الحديث عن فئات ثلاثة يعني نحن لما نتكلم عن المخدرات فنحن إما أن نتكلم عن شخص أو جهة مروجة إذن مروج هذا الشخص الخبيث الذي يسعى إلى نشر هذه الآثة بين الناس وبشكل أساسي المراهقين من 12 إلى 20 سنة زد قليلا أنقص قليلا هؤلاء معظم المستهلكين لهذه المادة المراهقون أو الشباب وهم أمل كل الأمم بالتالي يسعى هؤلاء الخبثاء من أجل مصالح شخصية ضيقة أو مصالح لجهات معينة تريد تخريب بلاد معينة أن يدمروا كل هذه الأمم أن يدمروا مخزون الأمم وطاقاتها فإذن لما نتحدث عن قضية المخدرات فنحن إما أن نتحدث عن مروج وإما أن نتحدث عن شخص متعاطى للمخدرات هو شخص غير مروج لكنه شخص يتعاطى هذه المواد وهذا الشخص المتعاطي قد يكون أحد شخصين إما أن يكون متعاطيا مدمنا وإما أن يكون متعاطيا غير مدمن والفئة الثالثة من الأشخاص الذين نتحدث عنهم في قضية المخدرات قد نتحدث عن شخص مستهدف هو شخص غير متعاطي لا مدمن ولا غير مدمن لا يتعاطى هذه المواد وهو شخص غير مروج هو شخص مستهدف مستهدف ممن؟ مستهدف إما من إبليس بتأثير الأشخاص المستعاطين عليه من خلال تأثير الأقران والأصدقاء ربما هؤلاء الأقران لا يروجون لهذه الأمر لكن يزينونها ويحلونها وينشرونها فيما بينهم يعني من باب الطيشي وما شابه ذلك هذا إن أحسن نظن ومستهدفون من قبل الأشخاص المرويجين إذن عندهم استهدافين استهداف مباشر من قبل المرويجين وإبليس واستهداف غير مباشر من قبل هؤلاء الأشخاص والأقران وتوفر المادة وإغواء النفس وإغراءها بتجربة مثل هذه الأمور والمغامرة بها طبعا لماذا ذكرت هذا التفصيل؟ أنه نحن يجب أن نميز ما بين مروج ما بين متعاطي مدمن أو غير مدمن وما بين شخص مستهدف أردت أن أفصل في هذا لأن الخطاب لكل فئة من هؤلاء مختلف وكما قال أهل العلم لكل مقام مقال والحكمة أن تقول الشيء الصحيح في الوقت الصحيح والمكان الصحيح للشخص الصحيح ومن لم يفقه أهل زمانه فليس بفقه فإذن نحن لما نتحدث يجب أن نضع في اعتباراتنا الحديث للمرويجين يكون مختلفا عن الحديث للمتعاطين والمتعاطي إذا كان مدمنا فله حديث مختلف وإذا كان غير مدمنا فله حديث مختلف وإذا كان شخص مستهدفا وهم تقريبا معظم الناس من كبار وصغار ومراهقين بالدرجة الأساسية فهم معظم الناس الذين هم يعني يعتبرون سمكا في بحر هذا الواقعي يرغب المرويجون باستديادهم لكي ينتفعوا منهم ولكي يدمرهم وحديثي أنا الآن يعني في هذه المحاضرة بشكل أساسي هي لهذه الفئة وشيء ما للفئة الثانية يعني فئة الأشخاص المتعاطين يعني أما بشكل أساسي غير المدمنين وبشكل أقل يعني المدمنين الخطاب غير تخصصي أنا لا أستطيع في مثل هذه المحاضرة أن آتي بالخطاب لكل هؤلاء الأشخاص الموضوع متشعب ومتشعب كثيرا ويحتاج محاضرات ويحتاج سلاسل ويحتاج جلسات طويلة ويحتاج كلام وبحوث يعني المسألة مسألة جدا مركبة ومعقدة لكن أردت أن أشير إلى مثل هذا من بابي فتح نافذة للوعي في هذه المسألة الآن سأتحدث عن بعض الإحصائيات حول هذه المسألة لتوضح مقدار الخطر الكبير لهذه المسألة وهذا شيء يعني تقوم به يعني الهيئات والمنظمات المختصة بهذا الشأن والآن أنا سأنقل عن تقرير الأمم المتحدة مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة سنة 2021 يذكر بعض هذه الإحصائيات يعاني نحو 35.6 مليون شخص من اضطرابات تعاطي المخدرات على الصعيد العالمي عدد الذين يتعاطون المخدرات في البلدان المتقدمة أكثر منه في البلدان النامية وهذا الشيء يجب أن ننتبه له هناك أشخاص يربطون أن التخلف بقضية المخدرات لا يأخوا بالعكس هذه المشكلة تشكل قلقا أكبر للدول المتقدمة لون هي مرتبطة بمسألة المال والفراغ الروحي اللي يحدث عند شخص يعني بلغ تطورا ماديا رهيبا لكنه في الروحي فارغ فهذا شيء يجب أن يفهم قل لك شرائح المجتمع الأكثر ثراءا معدل انتشار تعاطي المخدرات بينها أعلى الأشخاص المحرومين اجتماعيا واقتصاديا هم أكثر عرضة للاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات وهذا السبب بشكل أساسي لماذا يعني احنا ذكرنا هي منتشرة أكثر بين الطبقات الغنية لكن الأشخاص المحرومين اجتماعيا واقتصاديا هم أكثر عرضة لتأثيراتها لأنهم أشخاص من عندهم مال وبالتالي لا يستطيعون أن يؤمنوا هذا العلاج الكافي من جهة وكذلك هؤلاء أشخاص يوصمون بالعالي أكثر من غيرهم فأنتم كما تعلمون المال لسان من لا لسان له فهناك أشخاص إذا كانوا من أصحابي الهيئات والأموال في المجتمع ربما يتم التعامل معهم بشكل إنساني أكبر أما الأشخاص المحرومون والضعفاء فإنما توجهوا سهام اللوم والنقد إليهم دائما وربما يحاسبون على أشياء فعلوها وأشياء كثيرة لم يفعلوها فقط يعني لما تعرف شخص ضعيف يتعاطى المخدرات تجد كل الناس يعني كل السكاكين تبدأ يعني بالمغاجرة به كما يقال بالعامية قال لك لا يتلقى العلاج سوى شخص واحد فقط من بين كل ثمانية أشخاص يحتاجون إلى علاج ذي صلة بالمخدرات متعاطي واحد من بين كل ثلاث متعاطين امرأة يعني النسبة واحد على ثلاث كل ثلاث ذكور يقابلهم أنثى تتعاطى المخدرات قال لك سنة الـ 2018 تعاطى 269 مليون شخص المخدرات ويمثل المراهقون والشباب أكبر حصة من المتعاطين قال لك كميات المخدرات وأنواعها أصبحت أكثر من أي وقت مضى يعني يا أخوة اليوم المخدرات إنتاجها صار أكثر وخاصة هذه لما دخلت المخدرات الاصطناعية التي تركب المخبر اليوم يقولون لك إحنا ما في داعي حتى يعني ثمنها أكبر وأعلى يعني يقولون لك اليوم ما في داعي إحنا نزرع ونحصد ونسقي ثم نروج وما شوف ذاك أنا شخص عندي بمختبر مع طاولة مع مواد كيميائية يستطيع أن ينتج من المخدرات ما لا تنتجه دنومات عديدة من الأراضي الزراعية فهذا يشكل صعوبة وتحديا جديدا لمسألة مكافحة المخدرات أيضا أريد أن أشير إلى مسألة أنه يا أخوة يذكر تقرير مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة آخر طبعة أنه من أهم المشاكل المتعلقة بمسألة المخدرات أنه اليوم الوعي بالتأثيرات الخطيرة لهذه المخدرات أصبح أقل من ما سبق وهذه ذكروها في التقرير أنها أهم مشكلة خطيرة في هذا العام أنه اليوم المراهقون والشباب لا يعون الخطر الكافي لهذه المسألة ولهذه المشكلة وبالتالي أنت لما لا تدرك هذا الخطر الحقيقي فأنت تتعاطى هذه المسألة بتساهل طبعا هذا شيء له أسبابه الكثيرة اليوم لما الأشخاص يأخذون معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي ومن أشخاص موثوقين وغير موثوقين ولا يأخذون المعلومات من مصادرها الصحيحة ومن مصادرها النزيهة هذا يعني بالتأكيد سيحدث تأثيرا وسيسبب انتشار هذه المشكلة بشكل كبير وعدم الوعي بهذه المشكلة بشكل كافي هذا من جهة لكن هذا شيء يفرض على أهل الوعي وعلى أهل الإصلاحي من كل الأديان ومن كل الطوائف ومن مختلف الدول أن تتكاتف جهودهم من أجل التوعية والتوضيح في هذا السياق وسأوضح دور التوعية ودور التعليم الصحيح حول هذه المسألة وتثقيف الصحيح في قضية العلاج فبالتالي هذه الآن كانت المحاور الأساسية لأردت الحديث فيها عن المخدرات في البداية الآن سأنتقل إلى موضوع آخر يتعلق بقضية المخدرات هو موضوع السلوكيات الدالة على تعاطي المخدرات وأسباب ذلك يا إخوة هناك أشياء قد يعني تعطي إشارات تعطي عوامل دالة على أن الشخص ما سواء كان ذكر أو أنثى يعني بدأ بتعاطي المخدرات وهذا شيء مهم يعني من أجل الوالدين حتى ينتبهوا على أولادهم من أجل الزوجة حتى تنتبهوا على زوجها من أجل الأصدقاء حتى ينتبهوا على بعضهم من أجل المختصين حتى ينتبهوا على هذه المشكلة وهذا شيء يجب أن يفهم من هذه السلوكيات يا إخوة الكآبة والوحدة أو ما يسمونها الإنعزالية والغياب الطويل عن المنزل تجد الشخص يصبح يفضل الوحدة ويصبح يفضل الجلوس لوحده وهذا يعني بالمناسبة غالبا ما يكون شيئا طارعا على الإنسان يعني شخص في الأصل تجده مفتحا يتعامل مع الناس يذهب يجيء فجأة ينعزل هنا يعني قد تكون المشكلة للمخدرات يعني أيضا لا بد أن نتعامل مع هذه السلوكيات الدالة بشكل علمي يا أخو ومو والله تأتي تطبق مسألة على شخص فتقول هذا يتعاطى المخدرات لا يعني نتعامل هذه يعني إشارة وكلما تحققت معايير أكثر صارت المسألة فيها شك أكبر وفيها ديلة أكثر ربما لكن أرجو أن نتعامل مع هذه المسألة بشكل علمي حتى لا نربي الناس بالتهمي وبالظنون المسألة الثانية هي قضية التقلبات المزاجية تجد هذا الشخص يوم فرحان يوم حزين يوم مش عارف شو بده هذه التقلبات المزاجية هذه قد تكون يا أخو دلالة من دلالات التعاطي أو الإدمان ربما القضية الثالثة الأرق الشديد يعني فيه هناك تنبيه وفيه هناك هلوسة وما شبه ذلك القضية الرابعة السلوك الإجرامي تجد هذا الشخص يكون عنده عدوانية على الآخرين يكون عنده غضب من الآخرين وأحيانا ربما يكون عنده جنون عظمة وهذا من أهم تأثيرات هذا الكريستال مت أو الشبه مخدر الصناعي خطير هذا يا أخو حديث الظهور هذا من أهم تأثيرات وأن يحدث عند الشخص جنون عظمة يصبح يرى الناس الآخرين وكأنهم ذباب ويا أرض اشتدي ما حدا قدي مما يؤدي إلى أحداث سلوك إجرامي وحيانا ربما يكون السلوك الإجرامي ليس بسبب جنون عظمة أو التأثيرات أحيانا قد يكون من أجل الحصول على المال من أجل الحصول على المخدرات إذن السلوك الإجرامي هو إما من أجل الحصول على المخدرات أو بسبب تأثير المخدرات فهو في الحالتين دلالة على الإدمان المؤشر الخامس القلق المؤشر السادس الغياب المتكرر أيضا الشخص مثلا هو ملتزم في وظيفة أو ملتزم في عمل أو ملتزم في دوام معين فتجد هذا شخص يصبح عنده غياب يصبح كذلك لماذا؟ يعني يصبح نظام حياته مضطرب أنه لم ينام في الليل ينام في النهار يصبح مرهق يصبح متعب يصبح غير قادر على التفاعل من الناس يصبح عنده وصمة عار ذاتية فهذا يسبب غيابه المتكرر فهذا الشيء أيضا قد يكون دلالة على الإدمان المؤشر السابع التغيير المفاجئ في الأصدقاء يعني تجد شخص كان يعني يتعامل مع أشخاص معينين أشخاص محترمين أشخاص أصحاب أخلاق ثم تجده فجأة قد غير الشلة كما يقال قد أصبح يجالس فلان من الناس وفلان من الناس من ربما يكونون معروفين وربما يكونون غير معروفين بأنهم من المتعاطين أو المرويجين أو ما شابه ذلك هذا تغيير المفاجئ في الأصدقاء قد يكون دلالة من دلالة الإدمان المؤشر الثامن كثرة السرقات في محيط الأصدقاء والعائلة تصبح العائلة تفقد مالا ما كانت معتادة على مثل هذا الشيء طبع أين يذهب المال؟ الأصدقاء أيضا يصبحون يفقدون أشياء يصبحون يفقدون أغراض أيضا في المنزل قد يعني يأخذ مثلا تلفزيون يأخذ غسالة يأخذ جوال يأخذ أي شيء من الأشياء أو مال من الأموال من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤمن ثمن لهذه المخدرات فبالتالي هذه السرقات لما تصبح متكررة وتصبح يعني معتادة في هذا المحيط قد تكون أيضا دلالة من دلالة الإدمان المؤشر التاسع إهمال النظافة الشخصية يصبح هذا الشخص إنسان بالعامية عفش رائحته يعني كريهة يعني يصبح هذا الشخص يعني غير مهتم تجده في السابق كان يسرح شعره ويهتم بلباسه ويهتم بمظهره وأناقته تصبح تجده بعد أن يبدأ بتعاطي هذه المخدرات يهمل هذه النظافة ويهمل هذه الأناقة ويهمل هذه الرتابة هذه تسع مؤشرات الأمانة هي من السلوكيات الدالة على الإدمان كلما كانت العوامل يعني متحققة أكثر فأكثر كانت الدلالة أكبر على قضية الإدمان هذه الأمور يجب أن نعيها ويجب أن يعيها المربون والمعلمون والمسؤولون يعني فهي قد تفيدنا وتساعدنا في معالجة هذه المشكلة الآن الحديث سيكون عن قضية أسباب تعاطي المخدرات ما هو من شاء تعاطي المخدرات؟ لماذا يتعاطى الناس المخدرات؟ في الحقيقة أسباب تعاطي المخدرات تتوزع ثلاث مجموعات إما أسباب تعود إلى الشخص نفسه أو أسباب تتعلق بالمادة النفسية المتعاطى أو الفئة الثالثة أسباب تتعلق بالظروف البيئية والاجتماعية المحيطة بالمتعاطي وما يتعاطى وسأفصل بعض التفصيلات السريعة في هذه المجموعات الثلاثة المجموعة الأولى الأسباب لتتعلق بالشخص نفسه البداية في تعاطي المخدرات يقولون بدايتان بداية إيجابية أو بداية سلبية البداية الإيجابية متعلقة من رغبة الشخص بتجربة هذه القضية وتعاطيها يعني هو عنده رغبة أن يتعاطى المخدرات البداية السلبية متعلقة بضغط الآخرين عليه من أجل أن يتعاطاها إما ضغط إجباري أو إكراهي أو يعني يضعونها له مثلا في المشروبات أو يتحيلون عليه أو ما شابه ذلك أو بالإغراء يعني والإغواء طبعا غالبية المتعاطين قد بدأوا التعاطي بداية سلبية يا أخوة لذلك هذا شيء يبين لنا أن تأثير الآخرين الآخرين من حيث هم آخرون في تعاطي المخدرات كبير أي أن قضية الجماعة أو قضية الشلة في مسألة تعاطي المخدرات قضية جوهرية ومحورية جدا قليل نادر جدا الحالات التي تعاطت المخدرات انطلاقا من نفسها وانطلاقا من ذاتها في الغالبي المسألة متعلقة إما بإغراء وإما بإغواء وإما بضحك على الشخصي ودس للسم في الدسم فهذا شيء يجب يعني يفرض علينا أن نملك الوعي الكافي حتى لا يضحك علينا هؤلاء المفسدون طبعا الأسباب المتعلقة بالبداية الإيجابية اللي بيكون عند الشخص رغبة حتى يتعاطى المخدرات عندي أسباب مثل حب الاستكشاف يعني عنده مغامرة يعني يحاب يجرب هالشغلة حب تقليد الآخرين الرغبة في معاندة الكبار طبعا في قاعدة تقول لك كل ممنوع مرغوب وأيضا طلب الحصول على المتعة واللذة لما يصفون له أنه يا أخي بتحس حالك كذا ويا أخي ما بعرف شوك هذا طلب المتعة واللذة قد يكون سببا في أسباب التعاطي وإن كانت هذه الحالات قليلة الحالات الأكثر هي الحالات اللي ذكرنا بداية سلبية يعني أن الشخص هناك أشخاص آخرين أثروا عليه وضغطوا عليه فبالتالي إذن معظم الحالات التي أدت إلى تعاطي المخدرات من حيث ناحية الشخص متعلقة بضغط الآخرين لذلك علينا أن نحصين الإنسان من ناحية المناعة النفسية لأن تأثير العوامل النفسية على الإنسان في التعاطي تأثير كبير جدا أحيانا الإنسان يعيش ظروف نفسية صعبة يعيش قهرا يعيش حرمانا في المنزل يعيش أبوين متسلطين أو معلما متسلطا أو ظروفا بيئية صعبة هذا يعني يؤثر عليه تأثير كبير مما يسهل انجرار وراء هذه المسائل المجموعة الثانية الأسباب المتعلقة بالمادة المتعاطى ومدى توفرها في المجتمع هذا يتعلق بعدة أمور أولا مدى توفر المادة في المجتمع هل هذه مادة مسموح أن تنتشر؟ هل الأوضاع في البلد مختلة يعني كما قال مختلة أمنيا لا يوجد ضبط حقيقي لانتشارها؟ ولا هي مادة مضبوطة وممنوعة؟ فهنا نلاحظ انتشارها بين الدول يتفاوت ببناء على مدى توفرها في المجتمع أيضا العامل الثاني في هذه القضية الثمن الذي تباع به يعني هل هي مكلفة جدا غالية ولا رخيصة ولا متوسطة ولهذا السبب تجد مثلا هناك أنواع من المخدرات منتشرة بشكل كبير وهناك أنواع يعني غير منتشرة لأنه ثمنها غالي جدا ومكلف المسألة الثالثة هي القواعد المنظمة للتعامل بهذه المسألة فبالتالي هذا يعني شيء يعني يجب أن نفهمه المختصون بإدارة مكافحة المخدرات يقولون لك مكافحة المقدرات قائمة على منع العرض وتقليل الطلب لأنه أهلية المخدرات عرض وطلب يعني هناك نشر في السوق بناء على السعر وبناء على التوفير القواعد والمكافحة تعمل على المنع وأيضا هناك جانب التوعية وهذا سنتكلم عنه في العلاج أنه من أجل تقليل الطلب تخفيض الطلب يعني هم لينشروا وليروجوا لكن لا يوجد سوق يصرفون بها يعني بضاعتهم لا يوجد أشخاص يشترون منهم بل بالعكس المجتمع صار فيه من الوعي ما يجعل أفراده كلهم مساعدين لإدارة مكافحة المخدرات في معالجة هذه المشكلة ومكافحتها فهذا أظن يجب أن نفهمه وهذه ثلاث جزئيات في الأسباب المتعلقة بالمادة النفسية المتعاطى المجموعة الثالثة من المجموعات الأسباب الباعثة على التعاطي الأمور المتعلقة بالظروف والبيئة المجتمعية المحيطة بالمتعاطي والمادة المتعاطى وفيها أيضا عدة أمور أولا الإطار الحضاري وآليات المجتمع الأفكار المنتشرة في المجتمع عقيدة المجتمع أخلاق المجتمع هل هي أخلاق مساعدة على انتشار المخدرات وتعاطيها؟ أم هي أخلاق مانعة ومكافحة؟ نجد بين المجتمعات تفاوتاً اليوم هناك مجتمعات عندهم حادي شرب الحشيش أو الماريوانا بينما هناك مجتمعات تجد الضابط الأخلاقي والضمير المجتمعي والدين والعقيدة تمنع هذا وتكافحه أشد المكافحة وعلى وعلى ذلك تجد وصم تعار للأشخاص الذين يتعاطونه هذا بفعل تأثير مجتمعي وتأثير ديني فبالتالي هذا شيء يجب أن نفهمه أيضا القضية المتعلقة بالأسرة إن لأسلوب التعامل السائد في الأسرة بين الآباء والأبناء أهمية كبيرة في دفع الشخص إما إلى التعاطي أو حمايته من التعاطي ففي دراسة أجراها شخص اسمه هنت سنة 1975 تبين له ما يلي إذا كانت العلاقة بين الآباء والأبناء يسودها التسيب أو التفكك ازداد إحتمال إقبال الأبناء على التعاطي أما إذا كانت العلاقة تغلب عليها روح التسلط من جانب الآباء فالاحتمال أن يكون إقبال الأبناء على التعاطي متوسطا أما إذا كانت العلاقة يسودها الحب والتفاهم مع التوجيه والحزم فإن احتمالات الإقبال على التعاطي تكون ضئيلة فإذا لاحظوا مسألة علاقة الفرد بأسرته بأبويه بشكل أساسي لها تأثير يعني نوعية هذه العلاقة لها تأثير على إقباله على التعاطي وعلى نسبة هذا الإقبال أيضا من الأمور المتعلقة بالأسرة أن الشخص هل يقيم مع الأسرة أو بعيدا عنها قالوا لك احتمال إقدام الشخص على التعاطي هذا يصبح أكبر لما يكون يعيش بمفرده بعيدا عن الأسرة وتقل هذه النسبة إذا كان يعيشوا مع أسرة طبعا الأسرة تكون متفهمة لكن حتى قضية الوحدة والانعزال يعني مثلما أنها مسألة مساعدة على مثلا كما يذكر المختصون في معالجة المواد الإباحية أنه الانعزال والوحدة هو عامل محفز لمشاهدة المواد الإباحية أيضا الوحدة والانعزال هو عامل محفز لتعاطي المخدرات والإقامة مع الأسرة ومع الآخرين ومع الجماعة لكن الواعية إذن لاحظوا يعني هناك دور للجماعة المحيطة بالإنسان من ناحية الوقاية والعلاج ولهذا دور من ناحية الإقدام على التعاطي لذلك يعني ليس الحل بأنه يهرب الإنسان ودائما ينعزل أيضا من الأمور المتعلقة بقضية الأسرة هل هناك أقرباء يتعاطون المخدرات في الأسرة لهذا الشخص فبالتالي وجود قريب متعاطي يرفع احتمالية نسبة التعاطي في الأسرة يعني مهما كان هذا القريب طبعا التأكيد إذا كان المتعاطي أب أو أم فالنسبة سترتفع بشكل كبير جدا بخلاف ما لو كان متعاطي أخ أو أخت أو إذا كان متعاطي عم أو خال أو خالة أو عم أو ما شابه ذلك القضية الأخيرة المتعلقة بموضوع الأسرة والعوامل الدافعة حجم المصروف حجم المال المتوفر بين يدي هذا الشخص يعني سواء كان ذكر أو أنثى سواء كان المصروف اليومي أو الشهري فبالتالي لما يتوفر المال بين يديه فتأكيد هذا سيكون عاملا محفزا على تعاطي المخدرات الشاعر يقول أن الشبابة والفراغة والجده مفسدة للمرء أي مفسدة شخص شاب شخص في الغالب يكون طائشا والفراغ فارغ ما عنده عمل والجده الغنى المال متوفر بين يديه بده ألف بوخذ عشرة بده مئة ألف بوخذ مليون هذا يعني هذا سيكون احتمالات التعاطي عنده أكبر من غيره فبتالي هذه كانت نقاط أساسية في قضية الأسرة وكيف تدفع الأسرة الشخص إما للتعاطي أو تحميه من التعاطي المسألة الثالثة بعد قضايا الإطار الحضاري وعليات المجتمع وقضية الأسرة هي قضية الأقرام للأصدقاء هي من العوامل البيئية إما المحفزة أو المثبتة عن تعاطي المخدرات فقال لك وجود أصدقاء متعاطين للمخدرات يرفع احتمالية تعاطي الشخص لهذه المخدرات وهناك قضية هامة جدا وحساسة في مسألة المخدرات يقولون كثيرا ما كان الأصدقاء أول مصدر لرؤية المخدرات يعني الشخص في الغالب لما يكون متعاطي إذا كان أب أو أم ففي الغالب يعني يذهب ليختفي حتى يتعاطى بعيدا عن أبناؤه الشخص الأصغر تجده يبتعد عن الأكبر منه أما لكن تجد في الغالب الأصدقاء يتباهون أمام بعضهم البعض وخذ لك هالسحبة وجرب هالشغلة هاي وجرب لك هالبورية وما شابه ذلك فيعني لذلك لاحظوا هذه دراسات عالمية فبالتالي يجب أن ننتبه لهذه القضية كثيرا ما يكون الأصدقاء المصدر الأول للرؤية المباشرة لمادة التعاطي يعني قد يراها على الإنترنت قد يبحث عنها قد يسمع عنها لكن بشكل مباشر يرى شخص يتعاطى أمامه في الغالب ما يكونه صديقه المتعاطي ولما يكون عند ذلك صديق متعاطي هذا يرفع احتمالية التعاطي هذه كانت تقريبا أهم الأسباب التي تبعث على تعاطي المخدرات هذه أمور يجب أن نفهمها جيدا هذه أسباب يعني أنا حاولت أن أجملها قدر الممكن وآتي بأهم المسائل ومن أراد التوسع أكثر والتفصيل فليرجع إلى الكتب المتخصصة في هذا الشأن هناك كتب ودراسات عديدة جميلة ونافعة من أنفعها وأفضلها في تقديري كتاب المخدرات والمجتمع الصادر ضمن سلسلة عالم المعرفة تأليف الدكتور مصطفى إسويف الأمانة هذا كتاب نفيس وجميل أرغم أنه كتاب قديم يعني قديم وقديم كثيرا يعني صادر سنة 96 لكن يعني أقصد عمره 25 سنة تقريبا لكنه يعني معلوماته ما تزال وتحتفظ بحيويتها بشكل كبير وهو ناتج عن دراسة علمية ودراسة تخصصية حقيقية فبالتالي في تقديري في الكتب اللي قرأتها هذا من أهم إن لم يكن أهم الكتب اللي تكلمت عن هذه القضية وهو مصدر نافع ومرجع مفيد بالتفصيل أكثر وأكثر حول هذا الموضوع الآن أنا لا أريد أن أطيل المحاضرة أكثر من هذا هذا يعني ليكن جزءا أولا ولتكن محاضرة أولى عن قضية المخدرات إن شاء الله يعني يفسح الله في العمر ويتم الحديث عن الجزء الثاني من هذه المحاضرة في محاضرة أخرى بإذن الله سأتحدث فيها بإذن الله عز وجل عن الأنواع الشائعة للمخدرات وتأثيراتها على الإنسان وشيء من خصائصها وسأتحدث أيضا في جانب العلاج وجانب الوقاية وكيف للإنسان أن يتخلص من هذه الآفة وهذه المشكلة فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة